اشتركوا في القناة والولايات المتحدة والاستقبال جنود العائلين من مهماتهم في الخارج التحقيقات مستمرة والنتائج الأولية تشير إلى أن شخصا واحدا فقط هو المسؤول عن إطلاق النار وخلافا لكل التقارير السابقة فإن منافذ العملية لا يزال على قيد الحياة ووضعه الصحي مستقر وعلنت مصادر أمريكية أن منفذ الهجوم الذي أصيب في العملية يحمل اسم مالك نضال حسان وأنه كان على وشك أن يرسل للعراق أو أفغانستان وتتواصل التحقيقات لمعرفة ما إذا كان له شركاء في العملية وما إذا كانت للهجوم دوافع تتعلق بالإرهاب وفي واشنطن وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تبادل إطلاق النار بأنه تفجر عنف رهيب وتعهد بالكشف عن ملابسات الحادثة عندما نرى جنودنا يسقطون خلال المعارك في الخارج أمر صعب للغاية أما أن نرى هم يتعرضون للقتل في قاعدة عسكرية أو على أرض أمريكية فإنه أمر مرعب حقا وأدى إطلاق النار هذا إلى تشديد الحراسة على عدة قواعد عسكرية ورفع التأهب الأمني فيها كإجراء احترازي وتعتبر قاعدة فورت هوث أكبر قاعدة في الولايات المتحدة إذ اقنوا فيها نحو 50 ألف شخص وهي تجمع بين عدة تخصصات قتالية وساهمت لعدة عقود في تزويد الجيش الأمريكي بجنود في مهماته في الخارج بما فيها أفغانستان والعراق كما استخدمت لعمليات الإغاثة في داخل الولايات المتحدة وخارجها كامل اسوعد بي بي سي اشتركوا في القناة